السعودية بثقالها دلوقتي هي صاحبة كلمة في المنطقة ولا تأثرها ونفوذها السياسي وإزاي ممكن من خلاله تحلحل عدد من الملفات في الإقليم أو في المنطقة في شكل عام يعني هي في النهاية طبعا هذا الدول الغنية الأساسية اللي تحقق توازن المصالح بين دول العالم وتحاول قدغ الإمكان أن هي تكون قنة بالويزان ما بين الدول الشمال والدول الجنوب والدول الغنية والدول الفقيرة تنتهج تحاول أن تنتهج سياسة ما تمكنها بالفعل من علاقات جيدة مع كافة الأطراف والسعودية في النهاية يعني أعتقد أنه يعني مكانتها الدينية أيضا تشكل جزء مهم من تاريخها وما بين المكانة الدينية والصروة التي هبطت على السعودية التي جاءت للسعودية نتيجة وجود البترول واكتشاف فات البترول الكثيرة في المنطقة يعني استقارت استقارت العالم على وجود دولة غنية قوية ذات احتياطيات ضخمة من البترول اللي هي السعودية وأعتقد يعني وقابل هذا الدور ورحب هذا الدور لأن السعودية أيضا كمان انتهجت نهج معتدل جامع الناس حولها وحاولت قدر الإمكان أن هي توحد ما بين مصالح الدول الغنية ومصالح الدول الفقيرة ما بين مصالح الدول المستوردة ومصالح الدول المنتجة ما بين مصالح الدول المصدقة للبترول والدول المستهلكة للبترول توفيق ما بين هذه المصالح واختيار خط الاعتدال وعدم الغلوج في أي من اتجاه أعتقد أكسب السعودية وأكسب سياسات السعودية مصداقية خاصة ورخصة لهذه السياسات احترام دولي واسع نعم